فبتلاقي شكبالة بتلاقي حازم بتلاقي طريق حامد او امام عشور ادي ثلاثة مع المساك اللي بيرمي من وراهم من ورا حازم او شكبال فده البلوك اللي بيعمله والنحية التانية نفس الكلام اذا كان زيزو ولا فاتوح او طريق حامد الديفندر يعني دي البلوكات بتاعته لو القرى ده من العمك بتلاقي طريق حامد وامام والاتنين افلين اللي هو زيزو وشكبالة بيعمله زحمة في نقص ملعبه الكرة بتطقتها تلاقي الانطلاقات بتاعت زيزو ماشاء الله عليه السرعة بتاعته بس لسه مرجعش بقاله مطشن مرجعش برضو موضوع الاحتراف ده برضو مركز فيه او مش مركز بس لسه يعني زيزو يرجع بقاله مطشن مش هو لكن السرعات بتاعته مع شكبالة مع بنت شرقي العالمي زائد اوباما عايز اقول حاجة لجمهور نادي الزمالك ام من وجهة نظري انا كوليد عبداللاطيف يعني لو انت قلتلي كمدرب يعني انا مدرب يعني قلتلي تحط ساسي ولا اوباما اللي اتنين طبعا ساسي لعب كبير جمهور قوي ولا غنى عنه في نادي الزمالك وفي نص الملعب ومن عشاط جمهور نادي الزمالك وحاجة محترمة جدا اوباما نفس الكلام لو انا بقول كده ليه على عشان ابيعلك ان الدور بتاع اوباما لو قلتلي تطلع ساسي ولا اوباما من الملعب اقول لك اطلع ساسي مش اوباما وجهت نظر اوباما ما شاء الله بيعمل كل حاجة كل حاجة في الملعب الراجل يعني الراجل بجد ما بيقفش في الملعب وبعدين ده رقم عشرة جماعة رقم عشرة شوفوا رقم عشرة في الفرقة التانية بيعمل ايه في الحتة الهجومية ينزل نص الملعب يكمل في الحتة الدفاعية ممكن ما تلاقهوش لا ده ده بيسند نحة اليمين في النص الملعبنا ونحة اليمين او نحة الشمال وبينطلق وبيروح والتصوبة اللي جابها وفضل نفسه ازاي ووسع لنفسه وحط برجل الشمال حاجة محترمة حاجة محترمة شيكابالا اوباما بنشرقي واعلق على اللي حصل بنشرقي عندك طريق حامد عندك امام ما شاء الله عندك الجماعة اللي ورا فتوح على حازم على الونش على عبدالغني ويرجع كمان محمود علاء لا يعني ما شاء الله حاجة محترمة ابو جبل فيه اختلاف بتحسر فيه مزاج طيب بنشرقي من بارة احنا شوفنا طبعا التغيير اللي الرجل بتشيكو بيغير وهو عمل كده ممكن شاء الله يطلع من ملعب لانه يعني عايز يجيب جون شايف نفسه كويس فمش عايز يطلع من ملعب هو طبعا حاجة مش حلوة مش حلوة لكن اللي بيعمله بنشرقي معنات زمالك يغفر له اي حاجة دكتور عمر هل كل الناس اللي هتنوارنا في دبي كليلك فيه الزيارات حابب تقولهم النهاردة التقنية الجديدة هل هتبقى متوفرة في المحافظات علشان نجد زي ما شفنا حاجة محمود فيه التليفون خلال 15 اليوم ما كانش بقدر يطلع السلم بقدر يطلع السلم في وقته صغير جدا ودع المسكنات ودع الكورتزونات ودع تغيير مفصل كل الحاجات اللي كانت ممكن توقف قدام حياته والحمد لله ودعها مع استقبال التقنية الجديدة في العلاج زي ما قلت حاجة كده مش كل مريض زي التاني فيه احنا بنفصل بنفصل العلاج بالاسلوب بتقنيات العلاج الطب التجديدي لكل مريض كل مريض مختلف عن الاخر والنتائج لازم يكون فيها فيه مريض بيحن مرة واحدة بيحن مرتين كويسة فيه مرتين فيه تلاتة حسب درجة الخشونة وحسب شكوى العيان وحسب سن العيان احنا بنقدر نوسط بنساعد المريض ان هو ان شاء الله يتخلص من الالام وبنوعده ان فيه 60% من الالام ده بنقدر نتخلص به من اول جلسة ونبني مع بعض ان شاء الله غضاريه في مرة تانية النقطة مهمة جدا التفصيل العلاج دوت احنا بنقعد نبذل به مجهود مع المريض عشان نوصل لتشريس السليم اللي نقدر نساعد به هذا المريض لان كل واحد غير الطائراء